أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز التكامل ودعم مسيرة التنمية في مختلف قطاعاتها بما فيها الاقتصادي والمالي لتحقيق تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجال نعم سموه أشار إلى الحرص على استمرار البناء على ما تحقق من منجزات والدفع بها نحو أفاق أرحب بما يحقق الأهداف المنشودة وفق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله جاذلك لدى لقاء سموه بقسلك ضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرة في الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع الرابع عشر بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي والذي تستضيفه مملكة البحرين حيث رحب سموه بالجميع معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح وأن تكون مخرجات الاجتماع محقيقة للأهداف المنشودة من جهتهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بمواصلة تعزيز مسيرة التعاون الخليجي على كافة الأصعدة منوهين بحسن التنظيم وما تم من تهيئة لإنجاح الاجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي متمنين لمملكة البحرين المزيد من التقدم والاستهار